مبادرة رياضة بلا سياسة تبناها كبار رياضي الوطن العربي لإيصال رسائل احتجاجية لأمين عام اتحاد كرة القدم الفيفا ضد قناة بي انسبورت القطرية يطالبنا الفيفا فيها بالتحرك الجاد والفوري تجاه التسيس المفضوح الذي تمارسه القناة وتحديدا ما بدر منها مع انطلاقة منديال كاس العالم المقام حاليا في روسيا بصفاتها ناقلا حصرية للمسابقة الدولية لمنطقة شرق الاوسط وشمال افريقيا حيث ارتكبت بذلك مخالفة نظامية تستوجب المساءلة والعقاب وحتى من سلطة الاشراف لانه في كلمة وانهي بيعمل السياسة يسايد كرة قدم وفهم مثلا يقول من يزرع الرياح يحصد العواصف واليوم كانت العاصفة القوية التي هبت على الكرة السعودية يتعمد العاملون في هذه القناة اقحام التعليقات السياسية في برامجها الرياضية فمن باع القضية الفلسطينية من السهل ان يبيع اليوم ملف المغرب 2026 ويجب ان نكون صرحاء المغرب اكد للجميع انه بلد مستقل بقراره انه ليس ديلا لاحد المغرب دولة ذات سيادة من حقها ان تأخذ الحياد في بعض القضايا وفي الخلافات كما هو الحال في الازمة الخليجية من جانبهم شدد القائمون على المبادرة على ان صمت الفيفا تجاه تجاوزات القناة القطرية من شأنه ان يهز ثقة بالمنظمة الدولية ومبادئها مما قد يفتح بابا واسعا امام تسيس الرياضة والتسيس المضادة وهو ما قد يخرج المتعة الكروية الرياضية عن نصابها الصحيح والسليم وجود اسم الجزيرة كان السبب الكثير من المشاكل لاصحاب القرار في الشبكة عندما يذهبون الى فرنسا الى امريكا ينظر للجزيرة مع كامل الاسف على انها قناة تدعم الارهاب على انها قناة اسم مخيف على ان هناك ابعاد فكرية سياسية حتى من خلال الرياضة اشتركوا في القناة